تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس تيار الحكمة العراقي عمار الحكيم وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس تيار الحكمة تقدم بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على فوزه بولاية رئاسية جديدة مثمنا الدور المحوري الذي تقوم به مصر في حماية الأمن والاستقرار بالمنطقة مؤكدا تطلع العراق لاستمرار وتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين وضف متحدث الرئاسة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تقدم بالشكر لرئيس تيار الحكمة على الاتصال مشيدا بعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين